دعت شركة الخطوط اليمنية ميليشيا الحوثي إلى عدم التدخل في عمل الشركة وإطلاق ما تحتجزه من أموال وقالت الشركة في بيان تدعو ميليشيات الحوثي إلى ضرورة الإفراج عن أموال الشركة المحجوزة وتحويل قيمة المحركات لصيانة الطائرة الرابضة في مطار صنعاء وعدم التدخل في عمل الشركة المستقلة ماليا وإداريا وفق بروتوكول إنشائها وكشفت الشركة أن الطائرة إيرباس A330 ذات السعى المقعدية الكبيرة المتسعة ل277 راكبا متوقفة في مطار صنعاء منذ أكثر من شهر وما تزال ميليشيا الحوثي تتعنت وتمنع قيادة الشركة من سحب مبالغ من أرصدتها لصيانة الطائرة التي عملت على مدى السنين وسهلت سفر الركاب بدون أي تأخير ولفتت اليمنية في بيانها إلى أن ميليشيا الحوثي تحارب المواطن من خلال منعها إصلاح الطائرة وتشغيلها دون إحساس بالمسؤولية تجاه ضرورة صيانة الطائرة وتشغيلها قبل تفاقم تكاليف صيانتها وتعجيل انتهاء عمرها وقالت الشركة إن هذا الموقف الحوثي مخالف لكافة أعراف وقوانين الطيران بالعالم وقالت الشركة أنها ستتحمل تكاليف صيانة طائرة إيرباس 330 المحتجزة بمطار صنعاء عقب الإفراج عنها وسداد قيمة محركاتها من أموالها المحجوزة لدى سلطة صنعاء ترجمة نانسي قنقر